السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بحضراتكم مشكلة حصلت مع معظم المتابعين والاصدقاء الصيف ده والمشكلة دي مهمة جدا غليان مية الراديتير او مية الاربة مهمة جدا تعرف الاسباب اللي هنروح مع بعض نشوفها باختصار وبالتفصيل اول سبب تلف غطاء الراديتير غطاء الراديتير يا جماعة له صلاحية يعني لازم تشيك عليه او تختبره باستمرار وتشوف الاسبرينج الخاصة به وتشوف الربارات الخاصة به سليمة ولا لا ولا فيها مشكلة او خلل ام لا المفروض كل سنتين او تلاتة يتغير غطاء الراديتير وتفحصه دايما باستمرار غطاء الراديتير ده اللي انت مستهون به بيزود الضغط داخل منظومة التبريد وممكن يؤدي ايضا الى مشاكل وخلل في جوان وش السيلندر السبب التاني تلف المروحة او تعطل احد سرعتها مروحة التبريد مهمة جدا بتقلل درجة حرارة المحرك وبتساعد المية والزيت في عملية التبريد فلو تعطلت المروحة او حصل فيها خلل او احد السرعات توقف عن العمل ايه المشكلة اللي بتحصل بيحصل غليان لمية الاربا او مية الراديتير وارتفاع الضغط داخل المنظومة السبب التالت الثرمستات او بلف الحرارة الداخلي الموجود في المحرك لو اغلق الثرمستات او البلف بترتفع درجة الحرارة داخل المحرك بشكل كبير وتبدأ المية في الغليان وتعمل لي مشاكل كبيرة جدا وممكن يؤدي ذلك الى تلف جوان وش السيلندر او وجه الراس الخاص بالمحرك السبب الرابع تلف مضخة المية مضخة المية لما بتتآكل الرياش الخاصة بيها نظرا لاستخدام مية غير معالجة في نظام التبريد في السيارة مع الوقت بتتآكل الرياش دية وبتسبب خلل لمضخة المية فالمية ما بتضرش بترتفع درجة حرارتها بشكل كبير وبتبدأ في الغليان في الراديتير وطبعا في الاربا كمان بتزيد والمية تلاقي ضغطها عالي جدا السبب الخامس تلف جوان وش السيلندر او وجه الراس وده اخر شيء بنمشي بالتتابع دايما في الفحص بتشوف الاسهل فالاصعب فالاصعب عشان ما تكلفش نفسك تكلفة كبيرة ويبقى السبب سبب بسيط جوان وش السيلندر او وجه الراس موجود داخل المحرك او في الجزء العلوي للمحرك عشان ما اقدرش اعمل المحرك من سبيكة مصمطة فبعمل الجوان ده الجوان ده بيمر فيه المية بيمر فيه الزيت ولو حصل ارتفاع في درجة الحرارة اول شيء بيتلف هو جوان وش السيلندر عشان يحمي باقي اجزاء المحرك بتعرف ازاي ان جوان وش السيلندر فيه مشكلة بتفتح غطر الراديتير وتبدأ تشغل السيارة وهي بردة وبتلاقي الفقعات والهوى خارج مع المية من غطاء الراديتير الهوى ده معنى ايه؟ معنى ان الهوى ده متسرب من غرف الاحتراب الخاصة بالمحرك وممكن كمان تعرفه بطريقة تانية ان انت تفك البجيهات بجيه بجيه تشيل الكيل وبعد كده البجيه وتدور السيارة حتلاقي فيه مية خارجة معاك من الجزء او الغرفة اللي فيها مشكلة او فيها خلل في جوان وش السيلندر وبكده يبقى شوفنا اسباب غليان المية في الراديتير او في القربة ويا ربا حضراتكم تكونوا استفادتم وشكرا جزيلا لكم